هنتكلم دلوقتي على الجزء الخاص بالشيط متل اللي موجود في برنامج سويد ووكس طبعا لو اتبق بتاعت الشيط متل مش ظاهر عندك هتيجي تضغط هنا كليت كمين وتختار شيط متل هتلاقيه ظاهرة هنا هنمسك كل الاوامر دي ونتكلم عنها في البداية امر امر وبعد كده هناخد كزا كس هدي ونشوف عليهم الحاجات دي هنتكلم على كل الاوامر معادة الامر اللي هو الخاص بالفورمينج تول لان الفورمينج تول هنا ده مجرد ارهاصة لحكاية الاستنباط وهنا مش مش ده الحاجة اللي هي تخليك ان انت تقول ان انت عمل تستنبط او حاجة زي كان الاستنباط ده ليها مرامج خاصة بيها زي مسلا برنامج اللوجو بريس تمام فده خاص بالاستنباط والعمل بتاع الاستنباط وما الى بان هنمسك الاوامر دي كلها وهنتكلم عنها وطبعا هنبتدي من عرضه او دلوقتي بالامر اللي هو بتاع البيس فلانج او تاب تمام وده الامر اللي كل حاجات الشيط متل بتبدأ منها يعني مفيش حاجة شيط متل هتلاقيها مبتبتقش منها بنسبة جديدة تمام لان فيه ساعات هتلاقي حاجات تبتدي كومبيرت الشيط متل لو عمدي صول البطن تمام ورح نحاول الاسفل بتاعت الشيط متل اه او اللفتة ايه بالامر فالجزمة الجبيرة بنبدأ بيه البيس فلانج هتلاقي التالت دول هو اللي بنبدأ بيهم بس الاغلب ايه ببيس فلانج طيب بنبدأ زي ببيس فلانج لو انا عايز ارسم حاجة على شكل حرف ايضا يعني حاجة متنية كده ده يا قدي فهاجي اقول مسلا ايه ارسم على الفرون فلانج واجي اروح عامل حاجة زي كده مثلا خمسين ميلي في خمسين ميلي بعد كده اروح على شكل متل بيس فلانج طبعا لو كنت اخترت بيس فلانج في الاول كان هيقول لك اختار سطح حرسم عليه او مستوى وانت ساعتها كنت هتختار بروبيرت مانجر بتاع بيس فلانج فيها ايه؟ اول حاجة دي حاجة انت عارفها ايه؟ من ال دا انت بتحدد منه كام؟ دي عشرة بس هتخليها خمسين يعني تمام؟ لا خليها عشرين ومائدة زي تمام؟ حاجة دي من انت عارفها ايه؟ تمام؟ هنا تمام؟ والده زي ما تكلمنا عنه قبل كده تقريب من والكفاكتور فهنا انت ممكن تستخدم على طول او تستخدم الكفاكتور وهنا احنا هم استخدم الكفاكتور و هتسيبه زي ما هو يعني موجود لان احنا مش مهمتنا دلوقت ان احنا هتتكلم في الجانب النظري اقدمه مهمتنا ازاي نعرف نعمل حاجات دي على السرد ورس الجانب النظري تفرّضنا به في البداية طيب هنا يعني ما هتستخدم الجهجي تابل يعني ما الكفاكتور عندك بتحدد هنا سمك الصاج نفسه سمك الصاج كام؟ ماشي في هنا ملي ونص مثلا ملي هتلاقيه خاس فمسلا لا نرجع ثاني ملي ونص طيب هنا عايزها كام؟ يعني الزاوية اللي هي هنا دي تغيّرة دي عايزها كام؟ تكلمنا عنها بالكده تمام؟ هو هنا عاملها مثلا نص نعملها واحد مثلا يعني و ده كيفاكتور تكلمنا عنها بالكده برضو وهنا بتاعك عايزه تمام؟ ولا فيه ايه هو الرليف ده؟ الرليف ده يظهر لك لما نيجي نجيب تانية تانية في الجسم تمام؟ ازاي؟ دلوقتي هنا خلاص انا مثلا عملت ده شكل الجسم بتاعي و قلت له صح طيب انا عايز اضيف تانية زغانطوطة هنا تمام؟ تدح التانية ملكش دعوة بالخطوات اللي انا هعملها دلوقتي الخطوات دي هنشرحها بالتفصيل ولما نيجي نشرح ولكن هنا بس عشان اوضح لك الرليف تمام؟ خلي بالك افتكر معايا ان الرليف هنا لما احنا كننا عملينه كننا عملينه ايه؟ نص تمام؟ والخامة كانت واحد و مص طيب تعال انا عمل اجي فلانج ما تركز في القطوات قوي ولكن ركز في اللي هيطلع عليك طيب ما ركز او ااخد بالك ان هو هنا عمل خلع تمام؟ او خلع هنا علشان الصاج ده ما يحصلوش تير او مز ازاي تير؟ يعني انا لو جيت غيرت هنا تمام؟ وخليت دي بدل او براوند خليتها تير بص معايا كده ايه اللي حصلوش؟ هنا مز يعني تحس ان الخامة خرجت من نفسها ازاي؟ يعني ده حاجة مستحيلة عقلا دي ساعتها هنا العامل في الورشة بيروح جاي بيه اه اللي هو المقص الصغنطط ده كده اللي هو التعصام مقص يده وكده ويروح قطع بيه اللي هو مش حلوة صح؟ فبنعمل حاجة بقى اللي هي او براوند اللي هي زي الشكل اللي انت شاعته ده او الريكتانجولر اللي هو ايه شكل الريكتانجولر تمام؟ طيب تعال نغيرها تاني لأوبراوند ونقول له اوكي؟ طيب تركز معايا هو دلوقتي عامل أوبراوند لو تلاحظ ان كان فيه حاجة مكتوبة تحت نص يعني ايه أوبراوند نص؟ يعني بيقولك ان المسافة من هنا لهنا دي نص الخامة يعني هو عامل الخلع ده بحوالي نص الخامة تمام؟ نص الخامة دي اللي هي واحد ونص يعني المسافة كامة 75 طيب تعال كده نحسب المسافة من هنا السطح ده والسطح ده هتلاقي كامة 75 تمام؟ فكده احنا عرفنا ايه هو الريليف اللي بيعملها تمام؟ طيب اول حاجة لما تيجي بترسم شكل زي ده كده هتلاقي ان ظهر لك بدل القائمة اللي كانت هنا بتبقى موجودة اسمها solid bodies تمام؟ بقيت اسمها cut list تمام؟ فمهما غضيت مثلا كانت solid bodies تانية موجودة في ده غير الشيت متل تمام؟ يعني هنا ده ادي ده part sheet metal تمام؟ وممكن يكون فيه نفسه في surface وممكن يكون فيه مش عارف ايه وممكن يكون فيه ايه وممكن يكون فيه ايه فبيضيفهم في حاجة تانية اسمها ايه cut list ما بتبقاش اسمها solid bodies تمام؟ طيب بتلاقي ان الجزء الخاص بالsheet metal اللي موجود معك بيبقى محصول ما بين حاجتين ما بين حاجة اسمها sheet metal ما بين حاجة اسمها flat pattern تمام؟ ال flat pattern دي خاصة بالافراب بتاعتي هتلاقي دلوقتي متعلم عليها مغلقة لان ايه؟ انا مش فارد الجسم ده لما افرده هتتفتح تمام؟ هنشوه دلوقتي طيب الشيت metal دي ديت اللي فيها الخصائص بتاعة الشيت اللي انا رسمه ده ازاي الخصائص؟ يعني انا لو ضغطت عليها كده تمام؟ هتيجي هنا ايه؟ تعدل مثلا ال根 radius انت عايزه كام؟ يعني مثلا اللي هو واحد عايز تغير في الخامة عايز تغير اسم اي ده عايز تغير اسم اي ده في الريليف بتاعك تمام؟ زي ما احنا وضعينها بكدة وما اي لها زي تمام؟ فده خاص باليء؟ هنا بقى هتلاقي دي ايه؟ الاوامر اللي انت تتبعتها عشان ترسم ايه؟ ده عادي زي أي حاجة انت بترسمها على السورة دي ده طيب الفلاتن او الفلات آآ باترن تمام لو ضغطت كده هيزال لك ايه اللي هو الافراط بتاع الجسم ده لو ضغطت كده عليه وقلت تمام هيفيد لك الجسم ده تمام هيفيد لك الشيت وهتلاقي كده نور تمام لو ضغطت لو ضغطت هنا وقلت له سابرس هيلغيها والشيت هيرجع ايه زي مكان تاني طب في مكان تاني ممكن اجيب منه الحاجة دي اه من هنا اهو فلاتن فرد لك الصاج ماشي اضغط عليها مرة تانية يعمل لك فلاتن فرد لك الصاج واضغط هنا يرجع لك الصاج ايه زي مكان طيب احنا ليه بنعمل فلاتن اول حاجة زي ما قلنا قبل كده ان احنا كده كده الصاج دوت هناخده يا اما هنقطع مسلا على حاجة آآ لو في حاجات يعني تشتغل على البامش او حاجات تشتغل عن ليزر او البلازمة او او ايا كانت المكنة اللي انت هتشتغل عليها فكده كده بيتعامل مع الصاج وهو ايه مفروض وبعد كده انت بتدخله عالتنان فلازم في الاخر ان انت بتطلع الشغل ده بتاعك كdxf وبيتعرف عليه ايه البراملوك الخاصة بكل مكنة من المكنات دول فلازم تكون فارد الشغل بتاعي طيب وحاجة تانية ان انت وانت طول ما انت ماشي لازم تقعد تفرد في الجسم بتاعي ليه لان انت في البداية ما بتكونش حاسس قوي بان ممكن فيه تانية معاك ما تكونش واقعية وهنشوف حاجة زي كده لما نيجي بتكلم على الاتج فلانج واعرفك ازاي تانية غير واقعية وما تنفعش عصر تمام امر بيس فلانج ممكن يعمل معايا حاجة زي كده برضو تمام ان يكون معايا مسلا مستطيل زي دوك تمام وراح تاخل بيس فلانج ويقول له اه هو هيقراه على كول كراما هو مش اوبن كونتور بيقراه ان هو ايه ده سطح عادي يعني ان انت راو عملتها دايرة فتطلع لك اه حتة حديدة مدورة يعني طبعا بتتحدد نفس الحاجات اللي هي واحد ونص طبعا مش هتلاقي هنا فيه بند ريدياس طبعا مش هتلاقي فيه بند ريدياس لان هو مفيش حاجة متنية زي هناك طبعا خلي بالك من حكاية الشيط متل براما تخزن ايه ساعات بتكون مهتم بانك التخانة نفسها لفوق ولا لتحت بجوه ولا لبرا لو كانت حاجة زي حرف ال ال اللي لسه باسمنها تمام فالتخانة سعب بتبقى مهمة ايه عشان تعب تزودلك او بتقلل لك وانت مش عامل حسابك فلازم تركز ان التخانة جوه ولا برا لان انت مش هتعمل حتة حديدة زغنانة كده او حتة الصغيرة كده لا ده بتبقى كبيرة قوي او بتبقى بعيدة فلازم تقرب كده وتقرب كده وتقرب هي الجوه ولا برا جوه او برا ترامج برس لك عشان تتقدر لك تمام وعرفنا حكاية ال او براوند اللي هي حاجات الديك كده او هم نفضل اكتر حاجة ال او براوند تمام عشان لو هتفتح على حاجة زي البانش الحاجة اللي بتبقى ريكتانجلر اا يعني بعد فترة بسبب ان هي شارب ايجيز او السلاح نفسه بيتاكل اسرع من السلاح بتاع ال او براوند ده لو بتتفتح على مكانة زي البالش فبنلجى ال او براوند طبعا التجير دوت لا ده مش حلو لان ايه ده الصناعي بيجي كده بمقص صغير كده بيبقيده بيقاطع نعمل زي مقص صغير طيب هنقوله صح هتجي تقوللي طب ما البند ريديس هو كده هو اتعرف على البند ريديس بكام هقولك خشي نفسه مثل ادي تيتشير تمام وانت حديده بقى البند ريديس بنت عادي تماما طيب حاجة تانية اسمها بيز فلانج طرح اما فيه شرطة ميل كده يبقى بيقولك اور يبقى اور تاني تمام ايه التاب ده بصع زمان لو انا جيت قلتلك ايه انا مش عايز حتة الحديدة ديت او حتة تأزرر الصاقة ديت الصاقة ديت مش حكده انا عايزة كده وفيها ودن مثلا ودن تمام الودن دي هتتعمل ازاي هتجي تقوللي هخش هنا واعمل اسكتش وروح اعمل الودن دي واعمل لها من هنا اكستروبوز ولكن هخلي ايه ان هو يمشي الاتجاه دوت والحد السيرفز ده واقول له ايه مرجي سيجمال تمام ده الطريقة المعتادة واللي هتجي بتناغك هقولك طب افرد انت التصميم بتاعك كان كبير تمام وانت احتاجت ان انت تعملها طبعا محدش جيس كاسكا ويقول لي ايه لا ممكن كنت اخش هنا عادي اهوت من الاسكتش نفسه وروح معدل واعمل الدايرة اللي اقول لك لأ انت دي حاجة انت ضفتها بعدين او انت عايز تضيفها بعدين بعد ما عملت شغل كتير تمام فما تفكرش يعني تفكرك ما يكونش هاي قوي كده يعني بتركز تمام؟ طيب انا عايز دلوقتي اضيف اللي هي البتاع اللي على شكل حرف ده اضيفها ازاي؟ هتيجي تضيفها مسلا بكستروبوز تمام؟ تعال انجرب كده هتقول له اسكتش وتيجي تبص هنا تيجي تعمل له مسلا حاجة زي كده مسلا اهوت اهوت كده وتوصل مسلا من هنا لهنا طيب بعدين هنيجي هنا ونقول له اكستروبوز طبعا انت مش عايزة كده لو انت بعيد مسلا ومش واخد بالك ممكن التخانة دي يعني مسلا ممكن نخليها ايه مسلا اه اربع مليون فمش باينة برضو يعني فاهم وكلما التصميم لسه يكون كبير حتى لو معمولة للناحية التانية انت مش هتكون عارف ان البتاع دي وصل لحد هنا في الاخر ولا لأ؟ تمام؟ وطبعا ده شيت متل ما فيش حاجة اسمها ان انت هتيجي تعمل مرش سيجمانت وهيبقى بالمنظر ده كده ده مش شيت متل يعني تمام؟ طيب فساعتها كنت هتيجي تقول لي لا عادي انا هاجيب ده البند دي اقول له ايه؟ ابتو نيكست مسلا اه ابتو اه اسمه ايه؟ ابتو سيرفس وراح مختال له السيرفس ده فهيمدي لحد السيرفس ده وقول له صح تمام؟ دي كده طيقة؟ طيب انا بقى وانا بارسم هاعد بقى مركز في ان الحكاية دي لحد ابتو سيرفس ولا لا او ما الا زالك؟ على طول ارسم كده تعال هنا بنرسم ودن برضو آآ آآ عبران نيجي نرسم ودن زي دي كده طيب بعدين بدل بقى ما اخش اعملها بالاكسترود تمام؟ وانا مش واخب بالي هي آآ بالنفس تخامت الصاجة ولا اكتر فممكن تعبلي مشكلة بعد كده البارت ميرضاش يتفرد مثلا او مشاكل هنتكلم عنها آآ هنتكلم عن بعض المشاكل قدام في الموضوع ان ايه البارت ساعات بتيجي تقول له اتفرد ميرضاش يتفرد من ضل ما حاجات زي كده يعني انت ممكن بكون شواخد بلك منها بس عادة بس بدل ما بتعمل الموضوع ده هو اخش على طول على الشيت متل بس فلانج تاب اه شايف هو على طول داير يعني ايه اه اعمل لك ان الخامة هي الخامة دي نفسها يعني بس اهو لان انت معلم على ميرج سيجمال لو لغيت الميرج سيجمال بقى يعتبر ان دي حاجة تانية يعني هي كده كده ايه ده كده مش بارت واحد ده كده بارت وده كده بارت انت ممكن تتحكم فيها ايه؟ كده بارت منفصل بذتك بس احنا بنتكلم على ايه؟ ايه ميرج سيجمال تمام؟ بس وهتقول له ايه؟ تمام؟ طلع لك اهود بالشكل ايه؟ ملزوق جاهز تمام؟ غير بقى ما انت ما كنت انت عدت لبص طب هو بص لاني اتجاه بص لفوق ولا بص لتحت طب مش عارف ايه؟ او ما يلا زلك ما بتشغلش لدمجك بحاجة زي كده عشان كده ايه؟ هنشوف دلوقتي تاني امر للأوامر البادئة بالنسبة لنا دي حاجات الشيط ميتال زي ما قلنا ان هما كيه ثلاث اوامر ولكن اكتر امر احنا بنتخدمه واللي هتلاقي اغلب التصميمات وكل حاجات اللي اعتبر ماشي عليه هو البيس فلانج ولكن اه يعني ساعات هتلاقي ان احنا بنتخدم الكمبرت مثلا او ساعتله في البند ولكن هادي يعني ايه؟ كده اللي هي الاوامر البادئة تمام؟ طيب تعال نتكلم بقى عن الكمبرت لو عندي انا سولد باضي زي دوت سولد باضي زي دوت تمام؟ عايز اعمل مسلا السندوق اللي يشيه يعني عارف اللي هو ايه؟ انا عايز اكونبرت الشكل ده كده اللي شيط ميتال هاعمله ازاي؟ هتضغط طبعا لازم يكون مرسوم يعني تمام؟ عشان كده هتلاقي كانت ما كانتشيبت فعالة يعني طيب فهقول كونبرت شيط ميتال بيقولك هنا اختار لي طبعا زي ما هلنا اللي هو الجي جي تيبل هنا هتلاقي في الاخر تحت فيه كي فاكتور والكلام ده كله دي حاجات ايه؟ انت عارفها اوبراوند هنتكلم على البتاعة ديت لما نوصلها ولكن ايه؟ الحاجات دي يعني مش هنقض نعيد كوندين دي تمام؟ هنا بيقولك اختار لي الفيكس بيس هقول له مثلا الفيكس بيس بتاعك يا عمرنا هو مثلا تعلمت تمام؟ بيقولك هنا التخيانة بتاعة الصه تمام؟ لان زي ما اتفعنا دي من الاوامر البادئة فهو دي حاجة انت هتبدأ بيها يعني لسه الحاجة بتاع الشيط متل او بتاع الشيط متل اللي بتبقى موجودة هنا دية تمام؟ مش موجودة فاهم قصدي ان هو لسه ما اي حاجة شيط متل هو تعرف عليه تمام؟ فلسه هو ما يعرفش انت عايز تعملها كام فمسلا هنا واحد ونص دي لو انت عايز تاكس بتاعك طبعا عملها ايه؟ عملها البرة يعني لو انت عايزها الجوة اشتري تمام؟ طيب بيقول لك طب عايز بتاعك يكون كام يعني يتني على كام اقول له مثلا كام مثلا يعني طيب بيقول لك حدد لي الاج اللي انت الاج اللي انت هتتني عندها يعني فاكي مثلا اقول له الاج دي واتني لها عند دي شوفت هو ايه؟ بيعمل هنا ايه؟ الخلع المناسب ليه علشان تبعضوا الحديد ما يعملش المغربة اه هقول له كمان خد لي الاج دي معاك هقول له كمان خد لي الاج دي كمان والاج دي كمان ومسلا عايزين في البعض صندوق يعني كده هخد الاج دي اخدت بالك دلوقتي الصندوق هيبقى عامل ازاي؟ طيب دلوقتي ايه؟ انا عملت كل الاج بتاعتي ودي كده طيب بعدين ننزل تحت فيه هنا ده انا لو اخترته يعني انا بكون عامل تمام؟ ولازم يكون واحد يعني ايه في الرسمة في الاسكيتش الواحد لازم يكون ايه؟ اوبن كنتور واحد يعني لو لقيت ان فيه اتنين اوبن كنتور مش هيقراهم يعني ايه؟ لو انا عامل ادي اوبن كنتور وراحت عامل حرف اكس يعني عملت حرف اكس فدا اوبن كنتور ودا اوبن كنتور فهو مش هيقراهم هيجي ولك فيه مشكلة تمام؟ فلازم ايه؟ نكون اوبن كنتور واحد تمام؟ نتعلقش يعني تسلد بس تهب الساعات ما كنتش قصر معنا هنا اخترتوها تلاقيه روح ايه قطع حوالي الجاب دي اللي هي قطع تمام؟ انا اقدر اتحكم ايه؟ فيها منين بقى؟ من هنا تمام؟ شايف؟ ركز هنا تمام؟ لو خلتها واحد بصها دي دا تمام؟ تمام؟ لو خلتها آآ تلاتة هتوسع تمام؟ طيب ركز هنا برضو انها لو خلت دي واحد فدي برضو كمان هتدي يعني دي بالدي ودي بالدي تمام؟ وهنا ديت اللي هي الافلة اللي هنا فالاتنين يتقابلوا ككورنر يعني يتقابلوا بالكورنر كده بالراس الراس قصد الراس ولا واحدة منهم تكون سابقة تانية؟ تمام؟ شايف؟ اخد بالك انت عايز دي اللي تاسبق دي ولا العكس؟ تمام؟ طب لو عايزها سابقاها طبعا اعلى حاجة ان هي تكون جاية قصادة يعني هي سابقاها وتوصل لحد هنا يعني السطح دا قصاد السطح دا طب فيه ممكن تكون ايه؟ هي مش جاية لحد الاخر ولكن ايه؟ ماشي كده سلم طب بتتحكمها بتتحكم فيها من هنا تمام؟ عايزها تكون سابقة بمخدار قد ايه؟ فساعات ممكن يكون نص اعلى حاجة طبعا لازم توصلها اللي هي ايه؟ واحد واحد دي اللي هي ان يكون الوش دا والوش دا وصاد بعض انما ااااا انما اكتر من واحد مش هار دا يعني بس حوالك ما فيش حاجة اسمها تانية يعني هيقولك ايه النمبر دا بتوين صفر وصفر وواحد وواحد يعني ماينفعش لان زي ما قلت لك ايه؟ اقصى حاجة ان هو يخليها ايه؟ ديت وصاد تمام؟ طيب بعدين انا اه طبعا البيضة انت عارفة الوقت فاكتور والاوبراوند وكلام ده. طيب اهو خلص هو. ده كده الشكل النهائي طبعا اهو خلاص استخدم الصورة بضي ان هو يعمل ده يعني. طبعا في الصورة بضي اختفى. طبعا نفرد الشكل اللي قدامنا دوت. هتلاقي ان الشكل بقى بالمنظر ده. تمام؟ طب هل انا ممكن كنت اعمل شكل اه نفس الشكل ده بس منظر تاني. اه. يعني شايف انت كده مسلا ايه? لما انت جيت فرد. اهوة. لما انت جيت فرد. هو هنا البرنامج بتصمم ان هو يجيب لك اقل مساحة لوح تقدر ايه? تاخد الاشيط ده. ايه والبتاع ده وهو مفرد. يعني انت كده كده انت هتدخله ايه? في لوح. فهو يعني حاجة كده سريعة كده ان هو بيقول لك ده ممكن اقل حاجة تجيب لك تهدير هو ايه? اللوح ده اه. لو انت عايز ايه? تروس وفلوح يعني لوحة. طبعا انت بتعمل شغلانة واحدة بتعمل اكتر بالحاجة فمش فارج يعني. هستعرف مسلا لوح دوت ممكن ايه? في سباب مجرور جدا. تمام? طيب. لا انا عايز اغير الشكل ده. تمام? طبعا هتغير الشكل ده ممكن تغيره الاحسن وممكن تغيره الاوحش. تمام? هنخرج بقى من الثلاثة. ازاي الاحسن والاوحش? اه والمفرد ان كان طول دوت اللوح دوت مسلا متر ونص ايه? في ثلاثة. تمام? فانا ممكن احوله ان هو يتلمي في لوح متر ونص اه في اتنين مسلا. فتبقى حاجة اقل مسلا او متر ونص في ستة. فتبقى حاجة اوحش انا كده بهضر خمع اكتر. وما الى ذلك يعني. طيب ده هنتحكم فيه ازاي? هنمسح با كده. كيان انا معملناش امر الشيتمتال. ورجع لتاني الشكل زي ما كان. طيب. دلوقتي هنيجي نعمل ايه? بيقول لك اختار ده. طب مش عارف ايه اختار ده. وبعدين هختار ده. وبعدين هختار ده. وبعدين اختار مسلا ده. وبعدين اختار ده. اي بنجان يعني. افهم اي اي حلقة خلاص. اقوله صح. تمام? مركز بالك التانيات هنا جاية ازاي? يعني واخد بالك كده ايه التانيات دي هتبقى جاية ازاي اصلا? تعال ان شو. اضغط. بس فتا. شايف شكله شكله عامل ازاي? خد لوح اطول. تمام? وممكن اعرض. تاني مصدي. فانت ممكن تخرج نفس الشكل ولكن باكتر من طريقة. الاكتر من طريقة دول. هيفرقوه لك في المقاس بتاع اللوح. وكمان فيه ضربات التانيات. فيه حاجات انت ممكن تخرجها. ماشي بالمنظر ده مسلا. اه هي هتتخدم لوح كبير. تمام? انا مش بكلمك ان احنا بنتكلم على الحالة دي. لا انا بتكلم انجنرال. ممكن تكون جاية حاجة قدامك. مسلا لو خرجت بالمنظر ده. ماشي. ما تجيش على التانيات. تمام? لو خرجت بالمنظر الاواء. لا عادي ممكن تجي على التانيات. او العكس. تمام? فممكن يكون فيه حالات او بتهضر معاك خامة وكل حاجة. ولكن انت لو عملت الحالة التانية مش هتجيلك عبدا لا. خلي بالك ان انت لما بديجي تعمل تصميم لازم يكون مراعا للتصميم زي ما اتفقنا. تمام? فما ينفعش اللو اي اي حاجة. طيب. الوقتي معنا الامر التالي. اللي هو اللوفت البين. تمام? من الاوامر اللي هي زي ما قلونا بادئة يعني اللي هي ممكن نبدأ بيها اللي احنا نخش عن جزء تعالشيب من اه طيب ايه اللوفت البيند ده? او يعني عامل زي اللوفت اللي انت خدته في فيتشورز تمام? اه قريب لي يعني شوية اللي هو نفس الحاجة ايه تمام? بس الفرق خلي بالك هنا ان في الشيت مثال مفيش حاجة يعني انت انت طبعا هناك في اللوفت كنت تعمل ايه? كنت تعمل مسلا حاجة مربعة طرح على حاجة ايه مدورة على حاجة مستطيلة على حاجة مستطيل اصغر وما الى ذلك تمام? هنا الفرق بس تسلمت على الضيط ان لازم تكون سايب فتحة يعني فتحة زي دي كده زي اللي هي سايبة هنا تمام? وفوق تكون سايب قصادها برضو فتحة وخلي بالك من كلمة قصادها علشان لو رح حلطها البرنامج مش هيعرف يعملها تمام? لو رح حلطها البرنامج ايه? اشعرها انا اخد بركة او بيو تيب على نفسه ايه? طيب عايزين بقى دلوقتي نعمل ايه? اه بالنسبة للحاجات اللي تحت دي انت كده كده اعرفها يعني اللي هي بقى اوبراوند ومش عارف ايه والكلام دا كله وماذا نزعه بيه. طبعا هنيجي نختار مسلا هنا. ركز انت بتضغط فين? وضغط وصاده تحت. عشان لو ما ضغطش وصاده تحت وضغطت في حتة تانية. هو بالنسبة له كاينك ايه اخترت نقطة هنا ونقطة هنا. فهو بيحاول يوصل ما بينهم بشيت ومش عارف ايه. مش جاية. مش جاية بجنس جاية. تمام? نفس المشاكل اللي كنت ممكن بتقابلها هناك يعني. ان تلاقي الجسم نفسه اتعصر معاك. طيب. هنا بيقول لك ايه? انت عايز تحدد بناءا على ايه? يعني عايز تحدد الشكل بتاعك ده او التنايات او ما لذلك بناءا عليك. اول حاجة هنا بيقول لك ايه? بناءا على التلالات. تمام? ودوت اللي هو ازاي تقرب للشكل بتاعك. يعني هنا هو ايه? مستطيل. تمام? طالع على دايرة. حلو? انا هنا مخلي نص. يعني هو دي اقصى حاجة هو مقرب بيها للشكل اللي هو دايرة فوق. بحسب ان هو يطلع ايه كفوق? يعني الشكل القريب او الدايرة. طب تعال كده اخليش النص دي اقل حاجة. لو خليناها مسا يتنين. اخدت بالك. الشكل اللي فوق مش طالع دايرة. طالع من الضلع. تمام? يعني هي طالع من الضلع. انما لو خليتها النص الثاني زي ما كانت. فهتلاقي هي كتر ضربات التناية بحيث ان هو هي يحاول يجبها ايه? دورية. تمام? ده اول حاجة. النمبر فيدنس دي معروفة. يعني في كل كورنر بيقول لك اعمل لك كن ضرب التناية. السيجمنت لينس. تمام? اللي هي ايه? هو هنا دي كل ضربة. يعني دي سيجمنت. تمام? عايزها ادي ايه مسلا. اه فقول له مسلا خليها ثمانية. شايف? اه بتقل. لان هو بيكبر ايه? اللينس بتاع السيجمنت يعني. تمام? طيب السيجمنت انجل. انجل بتاعتها نفسها. عايزها جايب كامل. تمام? طيب. اه ونفرد خليناك. مسلا سيجمنت لينس. مسلا نخليها ستة. مسلا ايه. تمام? طيب. اه ركز معايا هنا. بص. مش هنا النقطة دي. دي النقطة بتاعت الكورنر. النقطة اللي هنا دي بتاع الكورنر. طيب. ركز. كل الاسهم ديت مشاورة نحيتها. كل الاسهم دي ايه? مشاورة نحيتها. مش بتشاور لجوة الجسم. تمام? يعني ما بتحولش ان هي ايه? يكمل الشكل الاخر. لا عادي. يعني بص اهو انا قلت له صح. اهو بس بياخد وقت شوية. عشان عدد ضربات التالية كتير. اهو لما بتكتر ضربات التالية. يعني ايخد وقت معايا. طيب. انا لما قلت له صح. بص هو كان الحتة دي. بس بحيس انه في الاخر يفضل محافظة من كل الاشكال بتاع الضربات التالية دي. مشاورة فين? عند النقطة اللي هي بتاع الكورنر اللي كانت تحت. يعني بص اهو ادي الاسكتش اهوة. بص مشاورة فين? عند الكورنر والماتيريا اللي هو اضيفها برة. مشاورة عند النقطة هين اللي هي بتاع الكورنر. تمام? طيب لا انا مش عايزها تكون مشاورة ناحية الكورنر. بس تتحس ان هو ايه? يقفل لي الحتة دي. يعني ما يعملها ليش كده. تمام? هعمل ايه? قلو تمام? قلو يا عم لأ انا مسامحك انت ايه? خد فيلت لجوه يعني. هاجي مش مش هداية. هايجي بص. هيكمل لها الاخر واخد فيلت. وكده ظابط الداخل. بص. اهو. كده ايه? كده قفل الشكل. طبعا الحتة دي ايه? اه يعني دي حاجة طبعا دي محطة عش تصنع عليك دي. عشان احنا او دي حاجة صغير مننا جدا يعني. ممكن حتى نزلع. نزلع لحاجة ايه. 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 انت جايب التعمل الفايل بتاع ديك سيف التقطعة. طبعا عشان احنا هنا عمدين خطوط التاني كتيرة جدا يعني. كتير او التانيات دي. تمام? فهنا ايه? هتلاقي ان هو جايب لك ايه? اللي بتاع نفسه نازل دايرة طبعا هو مش الاسم دي بتاع التاني او بتطوط بتاع التاني مش مشاورة على مكان الكورنف زي المرة الفانية. طبعا عشان كده ما اقصش عن داية. طبعا? ودي كده مكان ايه? الفتحة اللي هي اصلا موجودة اللي هي كان قصود الدايرة كنت عامل لو تفتكر كنت عامل دورية فوق كنت عامل ايه? دورية تحت.